اسم الدرس أرسم الموسط العمودي لقطعة مستقيم رابعاً أرسم قطعتي مستقيم ألف باء وجيم دال الإجابة أرسم الموسط العمودي لألف باء باستعمال البركار الإجابة أرسم الموسط العمودي لجيم دال دون استعمال البركار الإجابة أعين ميم منتصف جيم دال وأستعمل الكوس لرسم الموسط العمودي خامساً أرسم قطعة مستقيم ألف باء الإجابة أرسم موسطها العمودي الإجابة أعين نقطة نون على الموسط العمودي ثم أرسم دائرة مركزها نون وشعاعها نون باء ألاحظ ألاحظ ثم أعبر ألاحظ ألاحظ ثم أحرر استنتاجاً الإجابة ألاحظ أن أي نقطة أعينها على الموسط العمودي وأتخذها مركزاً للدائرة فإن هذه الدائرة تمر وجوباً من ألف وباء إذن فأي نقطة أحددها على الموسط العمودي تكون مع أحد طرفي قطعة المستقيم ألف أو باء شعاعاً لتلك الدائرة أوظف سادساً أرسم مستقيماً عين وأعين عليه نقطة ميم ميم هي منتصف قطعة المستقيم ألف باء المحمولة على المستقيم عين والتي قيس طولها بسنتيمتر ستة أبني الموسط العمودي لقطعة المستقيم ألف باء الإجابة أولاً أرسم المستقيم عين وأعين عليه النقطة ميم ثانياً باستعمال المسترى أعين النقطتين ألف وباء بعد كل منهما عن النقطة ميم ثلاثة سنتيمتر وأحرص على أن تكون على المستقيم عين ثالثاً باستعمال البركار أبني الموسط العمودي لألف باء سابعاً المستقيم سين موسط عمودي لقطعة المستقيم ألف باء التي قيس طولها بسنتيمتر خمسة والمحمولة على المستقيم عين أعيد الرسم وأعين النقطتين ألف وباء الإجابة سين الموسط العمودي لقطعة المستقيم ألف باء ألف باء يساوي خمسة سنتيمتر هذا يعني أن النقطة ألف والنقطة باء لهما نفس البعد عن المستقيم سين لذا فإن كل نقطة تبعد إثنان فاصل خمسة سنتيمتر سامناً أرسم مستطيلاً ألف باء جيم دال وأرسم الموسط العمودي لأحد الطولين والموسط العمودي لأحد العرضين ماذا يمثل كل منهما بالنسبة إلى المستطيل؟ أعلّي الإجابة الإجابة يمثل كل موسط عمودي محور تناظر بالنسبة للمستطيل تاسعاً أرسم ثلاث نقاط ألف باء جيم ليست على استقامة واحدة ثم أرسم الموسط العمودي لكل من ألف باء وألف جيم أسمي نقطة تقاطعهما دال أرسم الدائرة التي مركزها دال وتمر من ألف ثم أستنتج الإجابة أولاً أرسم ثلاث نقاط ألف باء جيم ثانياً أرسم الموسط العمودي لكل من ألف باء وألف جيم ثالثاً أرسم الدائرة التي تمر من ألف ومركزها دال أستنتج أن الدائرة تمر من جيم وباء إذن دال ألف يساوي دال باء يساوي دال جيم عاشراً لفلاح قطعة أرض مربعة الشكل قيص ضلعها بالمتر ثمانون قسمها إلى أربع قطع رباعية الأضلاع متقايسة وكل منها مجاورة لقطعتين أرسم تصميماً لقطعة الأرض المقسمة معوضاً كل عشر متر بواحد سنتيمتر الإجابة ثمانون متر يساوي ثمانية سنتيمتر على التصميم أبحث عن قيص المساحة الحقيقية لكل قطعة في هذا التقسيم بطريقتين مختلفتين الإجابة المساحة الحقيقية لكل قطعة الطريقة الأولى قيص ضلع القطعة الواحدة ثمانون متر أعلى إثنان يساوي أربعين متر قيص المساحة الضلع في الضلع أربعون متر في أربعون متر يساوي ألف وستمائة متر مربع الطريقة الثانية قيص مساحة قطعة الأرض قبل تقسيمها على أربع ثمانون متر في ثمانون متر على أربع يساوي ستة آلاف وأربعمائة متر مربع على أربع يساوي ألف وستمائة متر مربع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر